خلينا نشوف مع حضراتكم كما اعتدنا ضربة البداية مع مقالي ومقاله وقافت مدينتنا الشخصنا نجيب محفوظ كان يرى انه قافت حارتنا النسيان لكن الحياة القافت كترت قوي شوية الكذب شوية النفاق شوية الى ان وصلنا الى قافة مدينتنا رياضيا الشخصنا ما في مشكلة باش مهندس تحصل الا وتبصت لقيها متفصلة بالمقاس على شخص الاحكام فيها شخصية العقوبة شخصية التأدير شخصي كل واحد بياخد اي قضية في اتجاه وجهة نظره موقفه من الامور لما اتابع مثلا قضية التحكيم انا هجيب لك ثلاثة بعدها مش هخش في التفاصيل قوي لكن لما اتابع قضية التحكيم الناس تقول لك فيه اخطاء والبار عمل والبار سوا والخبراء بيقولوا يطلع رئيس اللجنة متدايق جدا وعصب جدا ويشتم كل الناس اللي عرضت وقالي كده مغردين وجهلاء وما بيفهموش وانا عرضت وانا عملت وانتوا عايزين مننا ايه هو في ايه المسألة بقت شخصية بدل ما يرد في المواضيع ويرد في الاحداث التي يتم طرحها ويطمن الناس وفي النص يخبط لك كلام كده يقلي بين الناس اكتر حاجة لا مين قال ده فيه حاجة في الاتحاد الدولي على الاحتواء اه الادارة قال لك ورحمة قال لك ايه بيشارع على الاحتواء مش عارف ايه تايم منيجمنت تايم في كل المبراط ايه ده انت بتقول لنا ايه انت بتفاهم الناس ايه انت بتدفع ايه انت بتقول ايوة بنغير النتيجة ايوة ما بنحسبش اللي شايفينه ايوة بنعمل ساعات تأثير على القرارات وان كان عجبكو ووزع على وتبقى المسألة شخصية وكل واحد بيقول له ايه يا ابن اللي بتقول لده ايه يا عم اللي بتقول لده ايه يا راسي دي ايه يا استاذي يبقى جاهل واحمق ومغرد وما بيفهمش موقف مش قادر يفهمه وش هاخدش في تفاصيله لا قبل ما نطلع انت جاي في حاجة قبل ما نطلع من دي من حتة التحكيم بقى يا كابتن عصام احنا عدينا موضوع الاحتواء وعدينا حكاية انه هو بدأت اديره حبيته دي لكن ان انت عايز تدور على تفسير وشرعنا للاحتواء لا ده كده احنا رايحين بتوجيه معين لانه ما اعتقدش ابدا وانت راجل منديالي من الاحتواء ومن حسن الادارة ان الحاكم يسمع تهكم عليه والالفاظ تطلعها فيديو المباراة وما يتخذش قرار ما اعتقدش اللي حصل مع محمد عادل ده كان ليه اي علاقة بقانوني حتى اللي يخصه ما كناش هنعلق عليه طبعا كنا هنبقى مندهشين جدا كيف يقبل تقبل كرامته مثل هذا الامر بالضبط لكن المشكلة انه بحاسب الاخرين بمعارة تانية طبعا ما بيحتويش الناس كلها لكن الاخطر ان صفارته تتأثر باحداث المباراة ووجهة نظره الصفارة الصفارة انت يعني جئتها لتقر العدل تحكم بين الناس مش بوجهة نظرك ومش بتوجيه فلسافي لما تراه ان المباراة لازل تاخد السكة دي والنتيجة دي وكفاية عليهم كده او مش كفاية عليهم كده ما انت ممكن احنا مش شوفنا اللي التحاد السكنتر يسموحها اربعة صفر بقت كام اربعة اربعة اي مش كده اي طب انت وانت بتحتوي بقى وانا كسبان خامسة وجيت تحتوي لقيت النتيجة خامسة خامسة باحتواءك ما تضيعت حق الناس لان كدت ما تصفرتش بدل ما توصلني استمتع بتفوقي ووصل بي الى اقصى ما استطيع ده انت كتفتني وهدت كمان فوزي وبتدفع عنه ده انت شايف ان انت اي انت ايه انت ايه انت ايه اللي مزعالك يا عام ده دفع ده انا بدي محاضرات في الاحتواء في الاتحاد الدول يا نهرب يا ده كابتن عصام وبعدين مسألة مسألة ان الدفاع عن بقى لا الفار بقى الفار هو انت الفار معمول ليه لانه درجة اعلى من درجات التقادي بيراجع بيراجع ما لم يراه الحكم بالضبط بيشوف المستندات ايه اللي ما شافتهاش الدرجة اللي قبل كده ما هو الجديد في القضية كذا طب ما هو الجديد عشان الحكم يراجع صفارته انت ما شفتش اللقطة دي ايه اصبح الحكم رهن ايه ما يعرض عليه من الفار ايه اذا الحكم اتعرض عليه احسب ضربة جزاء للزمالك امام المصري وما اتعرضش عليه قبلها بعشر ثانية الفول اللي كان على لعب المصري ولي صالح المصري وضد لعب الزمالك اللي يتلغي بيه القرار اللاحق اللي هو ضربة الجزاء فما تطعردش دي فيقول لك لا ما انت شعر الفار هنا مش حر لانه هذا عرض انتقائي تصل بيه الى النتيجة التي تردها ما هوش وجهة ناظر انتو ما عرضتش عليه وبعدين الماتش بتاع سيريميكا كيلو باتري دا يقال ان الفارس تدعى الحكم والحكم رفض يروح له هي كده لو فيه ضربة جزاء مرتين هي هي طب يتعي تقول اللي اتنين شدوا بعض واللي زق ما هو مبارح جواف الفار واضحة جدا قالك طب الراجل يروح في ايه اما تشد كده جيري كده راح زقه بصار طبعا الخبير الدولي اللي عرض عليه معانا انا مش عارفين بقى انت عرضت على ايه بطريقة البار بتاعتك دي عرضت عليه عشان يقولك مباش حاجة والحقيقة انا احترمت الكابتن شناوي كابتن سامير عثمان قالوا له مهما عرضت على خبيره ولا غيره الكرة مش محتاجة خبير يا سيدي هو دي ضرب الجزاء انت بتقول الحكم اخطر يا حبيبي الاخطر انت عرض بشخصانة ما انت ممكن تيجي تركز على ايد اللاعب الاول اللي بيلمس ويتقول وما تجيبش اللعبة انت عرضت ايه انت بتتجاوب على السؤال اللي بتسأله ما هو سؤالك فالموضوع فيه شخصانة مؤكد ومؤكد الكابتن عصام واخد الموضوع على سيد ريزيادة الكابتن عصام انت عايز تصلح ولا عايز بس تدافع عن الخطأ لو عايز تصلح اقبل وقول احنا بندرس الظواهر دي كنت رايحة الدنيا كلها والمخطئ حيوحاسب ونوعيتكم بتحكيم لكن انت دافع الخطأ بما يوحي هي كده بقى وكان عجبكم انت بتشارعا للاحتواء وبعدين يقول لك احنا كفاءة التحكيم عندنا عشرة في المية ده المفروض يسعيدنا يعني يعني انت كده دفعت عن التحكيم ما ده اللي احنا بنقوله عام ده هو ده اللي احنا بنقوله قلنا هنعمل ايه مش احنا يعني انا وانت نحسل العشرة في المية مش احنا انا وانت الرأي العام هالمطلق عايز عايز ان انت احسن واحد في الدنيا هذا شأنك ما تسمعش كلام حد انت عاتريس ولا اهمك انما اذا كنت عايز الحقيقة فكر وتصرف بمسؤوليتك كرئيس لجلة حكام كيف نتفاده مش كيف انه دافع عن الخطأ ونبرره هذا موضوع شديد الخطورة سيد ابرائي